سياسي العراق في مرحلة ما بعد الاحتلال الامريكي عام 2003 يتذرعون بالديمقراطية على انها اشبه بالمعجزة التي يجب على الشعب ارتضاء الويلات لاجلها فيخففون على الدوام من اهمية الكوارث كلما وقعت ويجملونها بزينة الحرية التي يسوقونها في مؤتمراتهم وخطبهم على انها صنيعتهم المقدسة لكن الحرية والديمقراطية والتعبير عن الرأي اصبح ثوبا فطفاضا يرتديه كل من يسعى للقمع ومصادرة الحريات ان انأسس قوات امنية ترعى المواطن مرصد الحريات الصحفية اشار الى تعرض الصحفيين في العراق الى المئات من الحوادث المسجلة التي تدخل في باب قمع وانتهاك الحريات الصحفية من خلال الضغوطات والتهديدات من قبل المسؤولين الحكوميين والمنتمين الى الاحزاب والميليشيات الطائفية منظمة العفو الدولية قالت ان قانون جرائم المعلوماتية يفرض عقوبات شديدة بالسجن وغرامات باهظة ضد المنتقدين السلميين الذين يعبرون عن انفسهم عبر الانترنت وسيكون بمثابة انتكاسة مفجعة لحرية التعبير في العراق ومن شأن القانون ان يجرم الانشطة التي تندرج تحت حرية التعبير ويمنح السلطات في العراق صلاحيات مفرطة لفرض عقوبات قاسية من بينها السجن المؤبد فيما اعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن مخاوفها المتزايدة بشأن سوء المعاملة والاوضاع المهينة في السجون الحكومية المكتظة بآلاف الرجال والنساء والاطفال من جانب اخر اكدت المنظمة على ان القوات الحكومية في العراق استخدمت القوة القاتلة والمفرطة الى حد كبير في قمع المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الحكومة الحالية في العراق سبق وان قامت باجراءات صارمة ضد وسائل الاعلان واستخدمت قواتها الامنية لتضييق مساحة العمل الصحفي فلم يسلم الصحفيون العراقيون ولا الاجانب من عمليات الاعتقال والقتل بمساوغات مختلفة